مساء الفل وحشتوني جدا النهاردة الفيديو ما فيهوش وصفة بس فيه فكرة او فيه حاجة انا جربتها من عائل يوتيوب وطلعت حلوة معايا فقلت اقولكو عليها لان احنا اوقات كتير جدا بنشوف حاجة عائل يوتيوب وبنجربها بتطلع مش احسن حاجة او بتبوز معايا او بنبقى القنين هتطلع حلوة ولأ فانا كنت شفت من اكتر من سنة وصفة لان احنا زي نعمل سمنة في البيت سمنة اقتصادية او سمنة بديلة السمنة الطبيعية بس اقتصادية بيجيبوا زيت زيت نباتي بيحطوه على النار في حلة وبيحطوا معايا حليب او حليب بالاشطا وبيبضل يغلي 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 لحد ما يفصل كده معايا الحليب تحت ويبقى موجود عندنا زيت بطعم السمنة البلدي او بطعم الزبدة الفلاحي زي ما هما بيقولوا بيبردوه بيستخدموه بس ده برضو فيه مشكلة جمدة جدا ان احنا كده سخلنا الزيت وغليناها حبة كتير على النار فده في مشكلة جمدة جدا فاحنا كده ما عملناش حاجة وما استفدناش حاجة حتى لو احنا وفرنا شوية فلوس فطبعا الفكرة دي منتهية تماما بعد كده بعديها بفترة تاني شفت ناس برضو بيعملوها بس على البارد بقى بيحولوا الزيت لزبدة بس على البارد بيجيبوه في الخلاط بيحطوا زيت مع حليب ويدربوه كويس تحول معنا الزبدة او زيت مع حليب مع زبدة نوع كويس وبردو بتحول معنا الزبدة الفكرة دي عجبتني بس برضو ما جربتهاش لحد ما شفت مبارح فيديو بشي في حالة فاهمي انتو عارفين انا بحبها جدا ودائما بقولكم انا بتعلم منها كتير او الحقيقة يعني هي شيف جميلة جدا جدا فدي بقى بصراحة الوصفة عجبتني اوي واستفزتني كده اقولت لا انا اقوم اجربها دلوقتي فدخلت كان عندي زبدة في التلاجة وعندنا هزيت فوقلت هجربها بس هي كتعاملة بكيميات كبيرة انا جربتها في كيميات صغيرة فحطيت في الخلاط حطيت ربع كباية من السمنة تكونسمة سايحة بردة خلو بالكو سون سوري زبدة سايحة بردة ممكن تكون كمان طارية جدا اللي هي قراربت تكون سيلة يعني مش لازم تكون حتى سايحة خالص هنحطها في الخلاط ونحط عليها ربع كباية من الحليب ببادات كيميات مساوية من الحليب ومن الزبدة ونضربه مع بعض ضربه منتقطع وتكون خلوا بالكو ما ترفعوش قوي اللي هي تبقى الخفك سريع لا بالروح ضربه ووقفه وضربه ووقفه عشان هتفصل منكم ممكن الزيته تفصل بسهولة فنضربه مع بعض كده كم ثانية نضربه ونوقف نضربه ونوقف لحد ما الخليطي يمتزج مع بعض تماما وبعد كده هنجيب ربع كوباية من الزيت انا استغلت زيت دورة هنحطها برضو عليها ونبدأ برضو نضربه ونوقف بالروحة هنضربه ونوقف هتلاقي بقى الخليط تتحول معاك الخليط كريمي وتقيل وحلو جدا جدا هنضيف في الوقت دوت رشة صغيرة قوي قوي من الملح فتفوتها من الملح هنضيف معلقة صغيرة من الخل وهنضيف كمان نقطتين من عصير الليمون ونضربها وبعد كويس جدا جدا ممكن نستغنع الليمون وكفاية الخل والملح نضربه مع بعض كويس قوي قوي برضو هنضرب ونوقف وبرضو مش كتير خلوا بالكو عشان ما يفصلش معنا هتلاقي الخليط بقى تقيل كده زي المايونيز هيكون بقى عندنا علبة هننزل فيها الخليط ده وياريت تحط كان فيها ستريتش او تحط فيها كس بلاستيك عشان طبعا تقف تطلعاه بسهولة لو انت حابين تطلعوها من العلبة وتحط تغطوها وتسيبوها في التلاجة انا سبتها في التلاجة شوية وقت كويسين وبعد كده خرجتها لقيتها معايا زبدة حلوة جدا جدا تحفى بجد ريحتها حلوة قوي هي قالت لو استخدمنا زبدة نيوزيلاندي نوع محترم هتطلع معناها في الاخر طعم الزبدة كلها الكمية اللي احنا عملناها بتعمل زبدة هي الفكرة ان انت تاخد طعم الزبدة نيوزيلاندي عارفين بتكبروا الكمية كده فهي بصراحة فكرة حلوة قوي اه طبعا مش هتكون تقيه لو مركزة زي الزبدة نيوزيلاندي الحقيقية كلها نيوزيلاندي بس برضو في الاخر هي طعمها حلو حلو بجد بس اعتقد ان هي مش هتنفع في البسكوتات اللي هي بتحتاج خفط جامد بالمضرب بسلك اليدوي او بالكهرابي او كده لان هي ممكن تفصل معنا لان هي لسه استيل فيها زيت وفيها حليب فالحليب ده ممكن يفصل معنا بسهولة لكن طبعا تنفع حلوة قوي قوي في الكيك في اي نوع كيك احنا بنستخدمه وتنفع في الحلويات تنفع في الحوادق فهي فكرة حلوة وعجبتني وان شاء الله يعني هجربها تاني وهعمل بيها حاجات وهقول لكم ايه الاخبار بس زي ما قلت لكم انا مش حاسة ان هي هتنفع في البسكوت نفسه يعني في الحاجة اللي هي فيها ضرب كتير هتفصل مننا لكن في العموما هي فكرة حلوة جربوها لو حد شايف الفيديو زي ما انا شفته يجربها وهي بجد حلوة جدا جدا ريحتها حلوة قوي طريقتها زي ما انتم شايفين سهلة جدا جدا ودي ما فيهاش اي حاجة ولا سخنة زيت ولا اي حاجة فهي برضو صحية الزيت جايبينه نوع كويس نوع صحي الحليب نوع كويس الزبدة نوع كويس فجربوها ولي اخبار او الحقيقة يعني نشكر الشي فيها لي على الوصفة دي وبس انا شفت الفيديو عجبني فقلت اقول لكم لو انتم برضو حابين تشوفوه اعملوه ولو انتم عجبتكم الفكرة دي ان انا اشوف وصفات واجربها ولو طلعت تمام وحلوة انزلها لكم قولولي وهنعمل كده ان شاء الله الفترة الجاية